في حلب احرزت قواتنا الباسلة تقدما ملحوظا في بعض الاماكن الاستراتيجية في منطقة السيف الدولة والزبدية وبإحكام السيطرة على تلك الاماكن يفرض بواسلنا طوقا امنيا محكما على المناطق التي توجد فيها العصابات الارهابية المسلحة نحن الآن مشاهدين في الشارع المؤدي الى منتصف طلعت الزبدية طبعا تلاحظون معنا بساط النقل الداخلي المسروقة والتي قام هؤلاء المرتزقة بسرقتها واستخدامها كمساتر لعرقلة تقدم الجيش العربي السوري تلاحظون هذه الصور المأساوية الحقيقة مجمع المدارس هنا في منطقة سيف الدولة ثانوية بسام العمر وايضا العقاد والثانوية الفنون النساوية طبعا هؤلاء المرتزقة قاموا بتفخيخ تلك المدارس قبل دخول الجيش العربي السوري اليها وقاموا بتفجيرها وتلاحظون معنا اثار الدمار والخراب الذي لحق بالمؤسسات التربوية التعليبية هذا الشارع الموازي تماما لمجمع المدارس تلاحظون اثار الدمار والخراب وايضا مساتر هؤلاء المرتزقة الذين قطعوا فيها الطرقات تخبرنا لو سمحت عن اهمية هذا الشارع وشوه هذا الشارع هذا الشارع يعتبر طريق رئيسي للمسلحين قمنا باستهداف ورصد حركة المسلحين وتدمير عدد من السيارات المرتزقة وقضينا على عداد كبير من المسلحين يعني هاي البناء هون تعتبر استراتيجية؟ تعتبر استراتيجية ويعتبر هذا هو الطريق الوحيد والرئيسي لحركة المسلحين وتم تكبيدون خسائر فارحة جدا جدا من خلال الابنية طبعا مشاهدين من خلال الابنية استراتيجية التي احكم الجيش العربي السوري السيطر عليها هذا البناء المطلع على معظم المناطق التي تشهد تواجدا لعناصر مجموعة الارهابية مسلحة امامكم الان منطقة جسر الحج وجسر الحج الذي يعتبر معقل طبعا لأوكار ارهابي جبهة النصر امام قليلا منطقة الصالحين وباب النيرب الى يسار الكاميرا الان كما تتابعون معنا منطقة بستان القصر وتلاحظون معنا انعدام مظاهر الحياة وطبعا هذا بسبب هروب ابناء مدينة حلب من تلك المناطق التي تشهد بطشا لارهاب هؤلاء المرتزقة من هذا المكان الاستراتيجي الذي يحكم منطقة بستان القصر تماما تشاهدون الان عناصر مجموعة الارهابية مسلحة في شوارع منطقة بستان القصر الطرق مقطوعة من جراء طبعا وجود السواتر والمساتر التي قامت عناصر مجموعة الارهابية المسلحة باختلاقها لخنق المناطق ومنع السكان من الانتقال من منطقة الى اخرى اذا بفضل عزيمة واصرار جيشنا الباسل اصبحت معظم الاماكن الاستراتيجية في منطقتين سيف الدولة والزبية تحت سيطرة الجيش العربي السوري مقطعة بذلك اوصال عناصر المجموعات الارهابية المسلحة وممهدة لتنظيف تلك المناطق من رجسهم العفن شادي حلو التلفزيون العربي السوري الزبدية حلب